اختحمت قوات الأمن مباني جامعة أسيوت خلال مسيرة نظمتها حركة طلاب ضد الانقلاب للتنديد باعتقال الطلاب وفي جامعة الزقزيق تعرضت مسيرة مناوئة للانقلاب إلى رشق بالحجارة والشماريخ من مجموعة وصفت بالبلطجية تحصنت بسطح أحد المباني وقد امتدت خارطة المسيرات لتشمل عددا من الجامعات والمعاهد في مختلف ألحاء البلاد ودع التحالف الوطني لدعم الشرعية جموعة طلاب مصر والشعب المصري إلى انتفاضة غضب الثلاثاء في جميع ربوع مصر تحت عنوان الحرية لطلاب مصر جامعة أسيوت في يوم اختره الطلاب الرافضون للانقلاب للتنديد بالاعتقالات في أوساط الحركة الطلابية اعتقالات ارتفعت وطيرتها بعد انقلاب الثالث من يوليو تكثرت أعداد الطلاب الموقوفين في الأقسان والسجون أعداد كبيرة منهم لم تدرك الامتحانات وربما لن تستطيع طالما أنهم محبوسون لمدد مفتوحة تجدد بشكل دوري اختحم الأمن أسوار جامعة أسيوت واشتبك مع الطلاب سقط جريحان وأصيب عشرات بالاختناق واعتقل المزيد من يوصفون بالبلطجية اعتلوا سطح هذا المبنى في جامعة الزقازيق لمهاجمة المتظاهرين أسفله في مشهد تكرر للأسبوع الثاني على التوالي حسب الصور على الأقل جامعة الإسكندرية كانت مسرحا لفعليات شبيهة ردد خلالها الطلاب ما يفيد برفضهم قصر الاعتقال على من يرفضون الانقلاب في وقت تفرج فيه السلطات عن معتقلي ألترس أهلاوي حرصا على مستقبلهم الدراسي مستقبل بات في وجهة نظر كثير من هؤلاء الطلاب رهنا بالأسلوب الذي تتبعه سلطة الانقلاب في التعامل مع من يخالفونها الرأي تنوعت أساليب الاحتجاج الطلابي والشبابي عموما فهنا وقفة احتجاجية أمام المبنى الإداري لجامعة دومياط في انتظار تحقيق قائمة طويلة من المطالب وهنا وقفة شبابية أمام مبنى محافظة الدقهالية في مدينة المنصورة حيث لم يعد هناك ما يحول بين المسؤولين وسماع مطالب هذه الفئة من المصريين وهذه وقفة ثالثة في جامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية مطالب ورسائل وصور وكلمات تشرح نفسها ومواقف من يرفعونها مما يجري داخل وخارج أسوار الجامعة على حد تعبيرهم أما طلاب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في الإسكندرية فاختاروا طريقة جديدة في الاحتجاج وهي محاكاة انتخابات اتحاد الطلاب في الشارع بعد رفض الإدارة تنظيمها داخل أسوار المعهد معنا في السوديو أحمد البقري